صباح الخير او مبقى الخير يا برج العقرب القراءة العطلة. قراءة المراية اللي تعودنا عليها من الشهر الفاتح. طقطك حاليا يا برج العقرب انت في حالة الرحيل او التأهب للرحيل. آآ بعد كده. آآ انت خارج من علاقة. بالضبط. خارج من علاقة. وآآ ممكن تكون في حد بقدم لك عرض وانت بتقول له لأ. وآآ لو سمحت انا مش عايز عرضك ده لان انا يعني الابس. انا انا مش اي حد. ممكن يكون العرض ده مسلا عرض ما يلقش بيك او ممكن تكون اكت علاقة قديمة وحد بيحاول يرجع يعني العلاقة مرة تانية وانت رافض كماما الصلح وبتقول لأ شكرا كده اكتفيت. طيب مشاعر الشريك ايه ومشاعرك ايه? واو. دي الحرب صح? احنا هنبدأ حرب. برج العرب هيخش في الحرب دلوقتي. شايفك ازاي? انت شايفه ازاي? شايف العلاقة دي ممكن تروح على فين? والنصيحة. طيب مبدأين كده يا برج العرب انت آآ نبدأ بالمشاعرك اللي مشاعره عموما الاتنين هيموتوا بعض. يعني صيدناهم كده شوية هيموتوا بعض. وزينا نعمل حاجز كده. في حرب هتقول. آآ شخصية آآ مغرورة. واحيانا بتبقى مش احيانا. غالبا بتبقى شخصية بردا. وبتعامل الناس باستعلق. ودايما دايما دايما تحب تمشي كلماتها على قدامها. من الاخر كده نسيطرة. وممكن تكون تحب تمشي اللي معها على مزاجها. يعني كلمتي انا اللي هتتنفس. بكل بساطة. وآآ ما عنداش حاجة اسمها آآ مثلا حاجة تمشي مش على مزاجها. مثلا علاقة مثلا تخرج ما هي اللي تخرج. اش الطرف اللي قدامها اللي يمشي. بكل بساطة. آآ ممكن تكون آآ بيظهر كده ولكن بداخله شيء اخر. ولكن فيه الظاهر ان مشاعره حاليا. آآ هو زي ما يكون انا مش عايز اقولها من دلوقتي ولكن الشخص ده ممكن يكون مقدم لك عرض ومصلحة. آآ واثق من نفسه قوي انك هترجع له. عشان كده الواحد بيقدم عرض مصلحة بالشكل ده. يبقى ده شخص ضامن الشخص اللي قدام وضامن ان هو مسلا هيرجع. هو بس بيعمل الحرقات دي وهيرجع. ليه بقى بقول لك كده. لان انت الامبرس. آآ سوري. الامبرس ايه? الامبرس. وبرضو هنا. ده انت ايه ده? ده انت فوق. واحنا تحت يا اخي. انت مصدر لوش ان ده قرار للاخير وهمشي يعني همشي. الشخص ده مسيطر عليك. بيقول لك تمشي تروح فينك? انت بتاعي. تقول له انا تعبتي وتقول لك مش حاجز ما تعبت. لما انا اتقرر تمشي انا همشيك. فانت بتقول له لأ. انا خلاص. مودت كل حاجة بداخلي اتجاهك. خلاص انا انا ماشي بجد. انا مش بغزر. انا مش بلعب معيك عشان اقول لك كده انا مش بغزر انا همشي. ويوم همشي مش هرجع تاقي. من الاخر. على فكرة ممكن تكون كمان دي طاقتو. خلي بالك. ممكن تكون دي طاقتو. ما بقول لك هو واسك من نفسه. وعتبرنا دي طاقتو هو واسك من نفسه قوي. زي ما يكون بيتفرج عليك. وانت وانت ماشي. يعني مسلا مسلا. انت بتقول له انا عمشي وهروح اتجوز وهشوف حياتي فهو ايه كده يقول لك. وريني بقى تعمل ايه? اه يا خوية كل مرة تقول لك انه تندل وبترجع عادي وفيش حاجة. هو بيقول كده. ممكن تكون انت تعملت معه بسهولة في الاول. هو شايفك نروس بقى شايفك عشان اقول لك شو بقول لك شايفك ان انت ايه كلام? شايف ان انت شخص بتقول كلام اه ما انتش قده. وانك اه مش بتهزي بالكلام. ولكن بتقول كلام عبيض. اه يعني عايز اجيبه لك ازاي? لما بتزعل من حد بتطلع اللي جواك وخلاص. يعني مسلا لما تقول له انا ماشي يبقى انت بتهدده. مسلا. او انت بتقول الكلام ده بس عشان ايه? عشان يلقتل في انتباه وعشان يرجع لك مرة تاني. هو شايفك كده. شايفك ان انت طفل. طفل في كلامك. اه بتهدد على طول بنتك. ماشي وما بتمشيش. انت شخص عادي. اللي هو ما انا تعودت عليك. اللي هو مسلا في اخر كل مكالمة. طب والله العظيم انا مكلمك تاني. تمام? الصبح بيصبت تصحي الصبح تقول له ازاي كعمل ايه? اه افترته ولا لسه? عشان كده هو وصل جدا. وصل جدا من مشاعر. خلاص? اه انا ضمنتك. انت عايزة اكتر من كده. انا ضمن ان انا هروح حاجة هلاقيك. بمعنى اضطي يعني. انت شايفه ده انه آآ آآ عايزة كده لك ازاي? برضو. اتاكد برضو من حاجة. ممكن تكون انت شايفه ان هو ممكن تكون آآ انت شايف ان هو ايو ايو. بص يا برج العرب انت فعلا كنت بتحبه اول. واديته فرص كتير جدا. وشايف ان هو خلات انت تمشي من هزي العلاقة. انت شايف ان هو كان استقرار. كان العلاقة دي كان فيها استقرار. خلات متعلق معاه في علاقة آآ والشخص ده ممكن يكون كان بيمشي ويسيبك كتير. بالزبط كده. والشخص ده كان بيمشي ويسيبك كتير. ويسيبك بقى متعلق لانت عارف. تروح يمين ولا تروحش مالك. طب انا مسلا هتخطبني اخر السنة ومش هتخطبني. طب انت راح تشوف عروسها ليه ما انا معاك. كده. فخلاك مش مش عارف هي العلاقة دي فيها استقرار ولا ما فيها استقرار. بكل بساطة. خلاك متحير. خلاك مش فاهم هو اللي بيحصل. في ايه? انا متعلق في العلاقة دي ليه? بالزبط. هو شخص اللي في دماغه بيعمله. وخلاك هو كان بيرحل على طول ويسيبك بقى متعلق. انت بتشوف كده بتشوف ان هو بيرحل ويسيبك متعلق معاه. وتفكر بقى تفضل تفكر بقى. وان العلاقة دي كان فيها استقرار. هي انه هو اه ممكن يكون الشخص ده اتكز معايا بقى. رحل لعلاقة تانية وسابك. متعلق في ذكريات القديمة. وانت خدت قرار ان انت تمشي وتسيبه. هيباي بقى مش انت رحت لعلاقة تانية بالزبط كده. مش انت رحت مش انت رحت تجاوز. ممكن هو شخص ده تجاوز او خطط. بالزبط كده. شخص ده تجاوز او خطط. او ارتبط. حتى ايه. قلت له ايه ده? يا نهرك ازرق. انت رحت ارتبطت واتجاوزت وانا موجودة. اما انا بحبب معك ايه? طب بص يا عام. في ستين داعي. يلا يا عام. وكررت تمشي. لانه بيسيبك متعلق. ويرجع. عارف ان انت بترجع بسرعة. بتقول كلام في الهواء. واو اي هاتش. واو هتقول هرجع بس مش هترى تسيبني انت بتحبني. بالزبط. انت متعلق فيه. لزلك الخطوة اللي هياخدها الشخص ده هيرجع تاني يقدم لك مش عرض كبير. هو عرض اه مش عايزة اقول عبيض. بس هو عرض كده اللي هو ايه? ازايك عاملة ايه? يا ستين مفيش حاجة او بتاع. انا بحبك انت انت اللي في القلب. الشخص ده وانا هتأكد بالوقت. آآ الشخص ده ممكن يكون بيضحك عليك. يروح يعمل علاقة مع طرف تاني. كاملة بقى اللي هو هتجوز وهخطب. ويجي وقال لك والله بحبك. والله ما فيه غيرك في القلب. آآ بس. الشخص ده زي ما قلت لك. الشخص ده هو آآ عارف ان انت بتحبه. بتحبه قوي. وان انت من غيره بتبقى حالتك كده. تعبان. وانت فعلا بتبقى كده. لما بيسيبك ويمشي. بتبقى مش عارف تاني. وعارف ان انت بتحبه ومالي ايده منك قوي. وعارف انه لما يجي يقدمه عارضة هتقباله. ودايما دايما دايما دايما. بيجري. بيجري منك. بيخرج من اللاقة ويجي تاني. بيخرج من اللاقة ويجي تاني. ويقفش على مشاعره كده. وميتدكش منه حكم. وهو شخص ما بيبانش مشاعره اصلا. بارد. شخص بارد. شخص ده شخص بارد. يتعامل ببرود. يتعامل مع المشاعر ببرود. فهو هيجي هيجي كده بطريقة بخيلة. بخيلة معينة. يجي يقول لك ازايك? والله ما حصلش حاجة يعني. انا بس يعني عيني زاغت كده على حد. وروحت اشوفه. لكن هو عرض مش كبير. وممكن يكون كلامه مش صادق. وعلى فكرة انت عارف ان هو مش صادق. شخص ده عارف ان انت من غيره بتتعبق. وبيرجع على هزي الاساس. بيرجع على اساس ان انت بتقبل العرض ده. صح كده. بالزبط. بالزبط. بص يا برج العرض. انت لما يجي لك بالعرض ده. انت هتشعر هتشعر. بان آآ كاس الحب اللي هو مقدمه ده. فيه خداعة. بالزبط. زي اللي انا قلته لك كده. هتشعر بان كاس الحب ده وهمي. انت كدهب. انت شخصا كدهب. انت بتفحك علي. انت بتروح تاني للعلاقات تانية وتجي لي وقت ما العلاقات تانية دي تفشل. او لما تزهق من مراتك. ترجع تكلمني بس انا مش حاسك وتقول ان انت قاتل عليه. عليه. فانت في قرارة نفسك عارف ان هو شخص كدهب. هتعمل ايه بقى? هتلف وشك الناحية التانية وهتعاند وهتفضل منتظر انك الموضوع ده يا ينتهي لوحده يا يخلص بقى خالص. بس ده اللي انت هتعمله. لكن انت مش هتبصله. مش هتبصل مع ده. خالص. نهائي. انت عارف ان في خداع في الليلة دي كلها. شخص ده بيجي وقت ما يحب. بيجي وقت ما يحب. بيجي للغرض. ايه هو? الله هو اعلم. الله هو اعلم. ممكن تكون يعني شخص متزوج. ممكن يكون شخص متزوج. لان احنا عندنا هنا اه. عندنا الامبرس. لو انت راجل فهي متزوجة. اوكي? ووقت لما تزعل من جزء بتروح مكلمك. بتقولك انا بحبك وحشتيني. وانت بقى بتروح انا كمان متاع. فانت خلاص ذهبت. هي يا عم ده. اعملت كل شوية تجيت بتقدملي عرض عبيط وها بل. ده واحد بيجي يهزر على فكرة. لعلمك. ده واحد بيجي يهزر. عرض مش جيبيت ده كباهة فيها سمكة. الواحد جاي يهزر. انت جاي تهزر. فهتقول له لا يا عم. شكرا. وتنتظر الى ان المضوع يمشي بقى مع نفسه. ينتقي مع نفسه. وانت معاينت. هتعاند على فترة. هتعاند ده تبص قدام. وعارف ان كاس الحب ده كاس كذب وخداع. العلاقة اه هو شايفها بينكم ازاي شايفها اه العلاقة دي فيها وجع قلب. وفيها اه اه فيها وجع قلب. فيه طرف تالت. لمحال. وهو بيجي عندك يتشافى. الشخص ده بالزبط هو بيجي عندك يهزر. ويهرب. هو بيعتبرك ان انت الهروب الملجأ بتاعه. بالزبط. انا لما حب اهرب اروح مسلا عند فلان. لما حب اهرب من جزء ومشاكل لجي العلاقة اروح اهرب عند مسلا فلان مسلا. فهو شايف ان العلاقة دي فيها طرف تالت وهو محتار. هو محتار على فترة. هو مش عارب بي89 عادي اخد حاجة. وهو عايز يخلص من حاجة. فيه حاجة وعايز يخلص منها. بس هيفها وجع الانلاقة دي. فيها وجعة. فيها وجعه قلب كل الاطراف. كل الاطراف. انت شايفها علاقة خسرانة. ما لهاش امل. بايزة من كل النواحي بايزة. علاقة ما فاهم ما فيش اصله. ما فيش امل في العلاقة كلها. شايف ان فيها خداع. خداع. انت كنت بتقول لي بحبك انت كذب. شخص خدعتني. كان فيه طرف تلت. فيه طرف تلتها فيه طرف تلت. سواء اكتشفتها او انت عارفة بقى ان فيه طرف تلت تعرفة ان ليه زوجة وكان بيقولك مسلا هطلقها. ما طلقهاش. ولا حاجة ولا انتش. فيها خداع. نصحتك. ايه بعيد الشخص ده عنك? ايه بعيد الشخص ده عنك يا برج العقل? شخص ده هجي لك. هجي لك يقول لك اه وحاجة تاني. اعمل ايه? ايوة. علاقة سلسية. اخر قد. علاقة سلسية. الشخص ده مش هيسيب الطرف التالت لو قال لك انه هيسيبه مش هيسيبه. خلاص? تمام? والعلاقة دي مليانة مليانة طاعنا في الظهر. مليانة خيانات. والاخر. بيقول لك مشي. تقدم للامان. انت مقزم نفسك. انت انت عامل لنفسك ازمة. العلاقة دي فيها ازمة. انت اللي حاطي تفسك الازمة دي. واحد ومتجاوز. انا هبقى معالي. ان مكانش هيطلق مراته. خلاص? انما بقى اجي اتسلى معاكي? لا. ما بنتسلىش. وانت في مداية الطريقة هون خلاص. امشي بقى. سيب بقى امها خلاص. دافع. بعيد قول لهش. امشي. اللاقة دي ازيتك جانت. ازيتك نفسيا. ان لو استمررت فيها هتبقى كده. مش هتبقى العلاقة خسرانة. علاقة خسرانة. بالطول بالعرض خسرانة. الشخص ده بيجذب عليك. بيقولك بحبك ومش بحبك. ده شخص آآ بيسحر الناس. بيسحرهم بكلامه وبأفعاله. بيدخل بقى بالدور وانجل والما انجل والحاجة الدولة. لكن هو في قرارة نفسه مش ناوي على حاجة. مش ناوي على اي حاجة. نشوف كده يعني النهاية بتاعة الهلاقة دي ايه? شهر ثمانية. ورقة ما يجيه خرج منك. نهاية جوز? اه. اه طبعا. بص يا برج العرب. انا ااخد الورقة دي قصد بقى. اهو. عشان تتفقل. امشي. انهي الماضي. العلاقة دي اكس. اقفل. جايلك عرض جواز. مباشرة. وحد بيحبك قابل. بالاخر. ممكن يكون الشخص ده مجبود في حياتك وعارض عليك الحب اصلا. وانت اللي معلق روحك في علاقة بيخ. بيخ. شخص. يعني. مش عايز اقول لك. بيستمتع بان انت في حياته كده من غير حاجة. شخص مش عايز. مش هيقدر اصلا نجيه لك. ومش هيقدر نفسه معك. سواء كان متزوج او غير. بس في طرف ثالث في العلاقة. ما كنت يكون انت مش عايز. جيلك عرض جديد. عرض جواز. انهي القرف ده. انهي. ارحل. شخص ده بيتحك عليك. قدم لك عرض ارفض. امشي. سيب الكوبايات. سيب له الكوبايات كلها. عادي كان كنا مسلا معاه في علاقة وكنا بنحبه وهو مش مشكلة. العلاقة دي بايخة. انت جاي لك الاربع عصيان كله. بواخة. بيه بواخة. شخص ده بيت معلقك معاه. معلقك معاه. يروح يستقر في حتة تانية وتزوج ممكن. وده المتأكدة منه يعني. ويسيبك انت ما بتنامش الليل. معلقك. مهضمك. ضمك. ليه يا برج العقل? طب وعلي يا حبيبي. ضميني? ضميني ايه ده? ضميني في عينك. ضميني في ايه? لا يا عام انا ماشي. شايفك عيل صغير. كلامك ما بيتحققش. بس انت باخدها جده. كمل بقى. كمل عشان. عشان في حاجات حلوة جاية هي. يلا يا عام. مبروك. يا رب يا برج العرب تكون اللي القراءة عجبتكم. وان شاء الله هيبقى فيه كراءة للمنفصلين لبرج العرب في فيديو الوحد وفيها كل الافراق. عشان المنفصلين ياخدوا حقا. شكرا جدا لبرج العرب يا رب.